اشتركوا في القناة وقدشهم حريصين انه المسلم يبتعد عن اسلامه وحريصين لذلك على انه النواطير اللي هم بسميهم الطغاة والجواسيس اللي على العروش يبكوا على العروش ولو ادى هذا الى قتل الشعوب زي ما انتم لاحظتم في سوريا وزي ما بتلاحظوا في مصر زي ما بتلاحظوا مستعدين يقتل الشعوب بس ما يتغيروش الجواسيس ليش لانه عن طريقهم يمكن تنفيذ الخطط كانت لهم خطط في محاربة الدين قديمة باساليب مختلفة يبدو انه شوية شوية بدت الدراسات عندهم تقول لا الان يجب انه يكون فيه تغيير للسياسات اللي كنا زمان نعتمدها ولازم الان يصير فيه هجوم على الدين وحتى بالقوانين نفرض على الناس نفرض على الناس حتى في في أوطانها ما يتناقض مع دينها هاي فيه محاولة تحويل الناس عند الدين وانه يكون مجتمعات مادية ملحدة يمكن السيطرة عليها السيطرة عليها واستخدامها عبيد طيب لاحظوا صدفة انه تجد مثلا موضوع سيداو واجبار الدول تقريبا على توقيع على شروط معينة صدفة انه في معظم الدول اللي ما تسمى العربية والاسلامية موجود هذا صدفة طب ليش بيقضعوا وانا قضيت الشذوذ وغيرها رح يشوفوا الناس برضو ولذلك بدي أعيد الكلام اللي كنت أقوله دائما الطغاء الموجودين على العروش هؤلاء إذا بقيوا موجودين فهو خطر على الأمة في بعض الناس كانوا يقول لك طيب خلاص أنا مسلم وعندي حر لا لا رح يتركوك تكون حر لا في تربية أولادك لا في تربية أولادك ولا تعليمهم الدين ولا وأصلا ممكن يسيروا يزجنوك أو يأخذ أولادك بكرة هون في بلادنا بقصد بلاد العربية والإسلامية طالما أنه الجواسيس موجودة بيطبقوا القوانين نفسها اللي تطبق الآن في الدول الغربية طيب الشعوب الغربية الشاذين الشاذين على فكرة هم أصلا نسبتهم قليلة ولكن الآن في دعم إلهم ولوبيات تقويهم وتدعم حتى يكون صوتهم حتى يفرض هذا هي تأمر على الإنسانية بشكل عام طب ما هو اليهودية على فكرة اليهودية تحرم الشذوذ ومش بس هيك وفي التوراة يقتل الذكر الذي يأتي ذكر يقتل في التوراة حكمه منصوص عليه والمسيحية تعتبر هذا خطيئة طب ما أنتم تزعموا أنه بلاد يهود ومسيحيين حتى صاروا يضغطوا على فكرة على الهيئات المسيحية المسيحية يضغطوا عليها اللي تتعامل مع الشذوذ ايش التعامل يشرعن ولاحظوا أنتم الفضائح اللي كل يوم الثاني الإعلام للكساوسة خصوصا الكاثوليك هذه جزء من المؤامرة كمان مش معناته أنه الكساوسة الكاثوليك عندهم مش شذوذ في الكنائس وغيره أو غيره لا هو القصد من أنه دائما ضخم المسألة وعطي إحصائيات والكنيسة 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 هذا فكرة جزء من الحرب برضو مش بس الإسلام من أجل أنهم يخضعوا الكنيسة وصير حتى تشرعن انحرفات فيه إذن شياطين فيه شياطين بتتحارب الدين كله والأديان اللي بتأمر بالقصد أو يكون فيه أخلاق أو تحمي الأسرة كل هذا على فكرة حرب شرسة على الكاثوليك إذا بتلاحظه أكثر مثلا وطبعا الكاثوليك والأرثوذوكس هدو أكثر يعني احترام للعائلة والأسرة خصوصا الأرثوذوكس بعدين الكاثوليك بعدين البروتستانت أشكاله ألوان وفي منهم صهاينة وفيه 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 يعني جاهزين هناك بعض الفرق البروتستانتية يعني كل هذا الكلام يمشوه مش قضية المهم فهو المعركة قائمة وطبعا بيعتبروا الإسلام هو الحصانة الحقيقية عافية بيعرفوا إن الإسلام هو الحصانة الحقيقية للشعوب الإسلام بس قصدت أقول برضو إنه ما تظنه أو ما تظن إنه الشعوب الغربية إنه هذه ظاهرة طاغية لا هذه تصنع والإعلام يصنعها واللوبيات تؤيدها وبيستخدموا قدراتهم الاقتصادية والعسكرية التأثير على الدول هاي تمام اللي تفرض على باقي شعوب الأرض هون الآن بدت الناس تتنبه إنه هذا رفع لواء الحرية في الأمم الغربية وغيره هذا كي ينضحك على النحى هذه حرية انحراف حرية كذا حرية حكذا مشان يعملوهم يعملوا الشعوب ذرات يسهل السيطرة عليهم هذا زي ما عمل أبراهام لينكلين لما صارت الحرب الأهلية بين شمال وجنوب بقصد تحرير العبيد كان القصد إنه الولايات الجنوبية هي ولايات أصلا زراعية فبدها العبيد يكونوا موجودين في المزارع والشمالية صناعية فبدها عمال فقال خاضوا الحرب التحرير هو شو المقصد هل عمال هذولا هل رقيق يصيروا عمال في المصانع عمال في المصانع طيب الآن لاحظ مثلا المظاهرات اللي موجودة في فرنسا الآن الآن في فرنسا شو الكصة ماكرون بده يرفع سن التقاعد وحتى بده يكفز عن البرلمان بجوز برلمان ما يقبلوش ويبدو أنه بده يعني فيه نقطة نقطة قانونية يدخل منها طيب ليش بترفع انت سن التقاعد ما انتوا رفعتوا سابقا والآن ليش ما هو مش عمدتوا جو بشر انت فتاة الحرية الجنسية ما هي البداية ايش كانت عفكرة الحرية الجنسية وبعدين بطل قضية مرأة ومرأة صارت المسألة صاروا يخترعوا الناس ما هو بصير سعار بصير سعار وبصير المرأة لا تلبي حاجة الرجل يبدو ان الانحراف عفكرة بصير يدحرج الى درجة انه التعامل مع الحيوانات واقول لك الان في منهم من يطالب انه ما يعد جريمة المعاملة مع الاطفال الاطفال بتنحرف فترتهم بشكل عجيب برجع اقول في مقاومة في الغرب للناس اللي يعني على القليل عندها دين يعني فترتها سوية بيقاوموا لكن هاي الان عم بيكتسح وانهم اساليب كثيرة في محاولة الترويج هذا الخطورة عندنا كما قلنا لو في عندنا حكومات تمثل شعوبها وتكون حريصة على على الامة تكون حريصة ما بتخاف انت من كل هذا لكن احنا الخوف بالدرجة الاولى من الطغال هذول العروش هذول بنهبوا الموارد بسركوا اموال الامة لاحظوا كلك الناس طالما يعني طالما انه فكرنا وديننا سليم لا مهم من زمان بتآمروا عليك على فكرك وعلى دينك بأساليب مختلفة لكن الان يبدو الخطة الغربية الخطة الكوى المسيطرة لا بوضوح بدك تقاوم الدين وبدك تقاوم الفطرة بوضوح هذول جاهزين ينفذوا ليش ليش جاهزين حتى لو مش مقتنعين لانه هو اهم شي هو فاسد واهم شي عنده العرش